كذلك تم صرف 126 بليون دولار لضعم القطاع الصحي الحكومي الحقيقة المنهار في اليمن فتم من خلاله دعم مستشفىات عديدة كمستشفى الثورة في تعز ومستشفى الجمهوري في عدن ودعم مراكز السرطان ومراكز الأمراض المزمنة ومراكز الأمومة والطفولة في المراكز الصحية كذلك توفير الأدوية والملزمة الطبية لقطاعات اليمن دعم مستشفى هيئة مأرب، دعم مستشفى الغيظة بالمهرة، دعم مستشفى بيحان ومستشفيات أخرى ويتم أيضا دعم مستشفى داخل حجة ومستشفى حجة وكذلك مستشفى السلام بصعدة إضافة إلى دعم بعض المراكز الأخرى وتوفير احتياجات الغسيل الكلوي والملزمة الطبية بشكل مستمر ووفق عقود متتالية يقوم عليها المركز